المعتصمين أمام بعض الوزارات التي تصدر أوامر إدارية في بعض الأحيان بشكل خفي وغير معلوم وزارة الخارجية مثلا وانا ذكرتها في اللقاءات سابقة يعني مو مخفية وكذلك وزارة النفط وزارة النفط شنو صار بيهم؟ وزارة النفط مدراء الشركات يصدرون أوامر لأرقام فلكية لكن المعتصمين أمام الوزارة اللي عدتهم يتجاوز ميتين ميتين وخمسين ولا واحد من عدتهم تعيين سؤال هل هناك خوف من وجود الشهادات العليا في أماكن مهمة في هذه الوزارة؟ هل مدراء الشركات هم يعني يتصرفون بدون موافقة الوزارة؟ أنا أخذت هذه الأسماء وهذه القوائم وأرسلتها بيدي إلى الأخ وزير النفط السابق وترجيته أنه يتم تعيينهم كلهم ضمن الشهادات ماجستير ودكتورة في الإختصاصات قال مو أكو واحد خريج زراعة كذانا شو اللي بي قلت لأترك أبو الزراعة وأترك أبو الإعلام لكن أخذت الاختصاصات الهندسية النفطية أولاً ومنبعتها الكيمياوي ومنبعتها المدني ومنبعتها الميكانيك ومنبعتها المعماري واغلب المدراء الموجودين الآن في وزارة النفط هم مضمن هذه الاختصاصات وليس لديهم شهادة عليا